موسيقى 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 صلطت وسائل إعلام العربية والعالمية اليوم الضوء على قائمة المنتخب الوطني الجزائري المشاركة في كانكو ديفوار وما حملته من مفاجآت بإبعاد بعض العناصر التي كانت تلعب باستمرار واستدعاء أخرى من الحرس القديم وعنونت صحيفة العين الإماراتية القائمة بمفاجآت بالماضي مشيرة إلى أن أبرز هذه المفاجآت هو غياب المخضر مياسين إبراهيمي قائد الغرف القطري وسعد بالرحمة مهاجم واستهام اليونيتد بسبب تلاجع مستواه وخلافاته مع بالماضي وفي نفس السياق كتب موقع سكاي نيوز عربي الإخباري مفاجآتان في قائمة الجزائر لكاسم أفريقيا موضحا إلى استبعاد بالرحمة بسبب المشكل الذي وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية وبالمقابل لاستدعاء عطال الذي لم يلعب مع نيسا الفرنسي منذ منتصف أكتوبر الماضي وبنفس الرأي حول عطال كتب موقع أرامسي سبور الذي لمح إلى استدعاء ستة لاعبين من الدور الفرنسي بما فيهم يوسف عطال المعاقب في حين كانت عودة سماعيل بن ناصر للمنتخب الجزائري أبرز عنوان لصحيفة توتو ميركاتو الإيطالية وهو نفس ما جاء به موقع بيانان بريكين الناطق بالإنجليزية وموقع ماكسي فوت الرياضي وفي الأخير نشر موقع في القول تقرير بعنوان عودة بن ناصر وانبولحي وتواجد عطال في الجزائر وغياب بالرحمة والديلور ويبقى المدرب جمل بالماضي مسؤولا عن خياراته وبالتوفيق للمنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا شاركونا بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد